هو صاحب الأراء المتفردة في الفقه والعقيدة اقتحم قضايا الأحوال الشخصية كتعدد الزوجات وحضانة الأطفال والرؤية إلى جانب نبز الفكر التكفيري والإقصائي اليوم سنكون مع سيرة الشيخ محمد أبو ظهرة في مصر أرض المجددين تمثل المحور التجديدي للشيخ محمد أبو ظهرة في الاهتمام البليغ بالتراث وفي إدراك الواقع وفي تقنين الشريعة الإسلامية ولقد أصبح علماً من أعلام كل ذلك في حياته المباركة رحم الله الشيخ محمد أبو ظهرة رحمة واسعة فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمع أهلاً بخضرتك أهلاً وسهلاً بكم أهلاً بكم مولانا النهاردة السيرة والرحلة ستتوقف عند فضيلة الشيخ محمد أبو ظهرة أنا في أثناء التحضير لفت ادباهي اللقب أو الوصف بأنه الأظهر الثاني يعني فقلت لازم أسأل حضرتك عن هذه الشخصية والقيمة الكبيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا فضيلة الإمام والشيخ الجليل والعالم العلامة الشيخ محمد أبو ظهرة رحمه الله وتعالى تربى في الأظهر الشريف وبعد ما قضى مراحله الأولى على يد الأشياخ الأجلاء في بدايات القرن العشرين لأنه ولد في نهاية القرن التاسع عشر ففي بداية القرن العشرين أنهى المرحلة الأولى حينئذ كان هناك نوع من أنواع التطوير في التدريس لإنشاء ما يسمى بمدرسة القضاء مدرسة القضاء الشرعي يبقى إذن هي منبثقة أو ستأخذ أساتذتها ستأخذ مناهجها ستأخذ كتبها من الأظهر فافتتحت هذه المدرسة ودرس فيها علماء الأظهر الكبار فانضم إليها الشيخ محمد أبو ظهر ودرس فيها إلى أن تخرج أستاذا من هذه الجامعة الشيخ محمد أبو ظهر لما تخرج منها حدث منقشة في الأظهر لماذا لا تندرج وقد أثبتت صلاحيتها وأثبتت انفتاحها لماذا تكون هناك مدرسة قضاء الشرعي وأظهر ما ندرك هذه المدرسة في الأظهر وكان الكلام ده بإغلاق مدرسة القضاء الشرعي في سنة 28 كان الشيخ تخرج منها وانضرجت بعد ذلك على يد الشيخ محمد محمد المدني في كلية الشريعة فأصبح الكلية الشريعة والقرن فالفكرة بداية صدور طائفة تستطيع أن تتحمل مسؤولية القضاء الشرعي وكانت له محكمة مستقلة وقضية التأليف في هذا المجال وقضية الوصل ما بين الفقه الإسلامي الموروث وما بين التقنين المدني الحديث الذي نشأ مع الدولة الحديثة فأنشأنا مدرسة القضاء الشرعي وقامت بدورها بعد ما قامت بدورها وحدث فيها هذا النجاح طيب لماذا يعني هو إحنا نستمر على القديم ولا هنطور القديم هنطور القديم خلاص ما هي التجربة هي طيب التجربة دي نشأت من عندنا ونشأت لنا إذن تعود إلينا ونطبقها ونمشي على هذا التطبيق بعض الناس يرى في مدرسة القضاء الشرعي أنها كانت موازية للأزهر مثل ما رأى قبل ذلك أن دار العلوم كانت موازية للأزهر وفي الحقيقة هي ليست موازية للأزهر هي تفرعت عن الأزهر العبارة دية قالها من يعد الدراسة في مدرسة القضاء الشرعي موازية لأنها أزهر ثاني ونفس العبارة قيلت في أواخر القرن 19 على دار العلوم نعم فهو الحقيقة الشيخ عندما تخرج من القضاء الشرعي درس في الأزهر وكان الحتة اللطيفة أنه ارتدى أزغير المدني اللي هو البادلة لبس البادلة ودخل الأزهر يدرسوا فيه بالبادلة فكان هناك مجموعة من الناس منهم الدكتور علي عبد الواحد وافي كان يدرس علم الاجتماع منهم الشيخ أبو ظهرة كان يدرس فيه الفقه وأصوله بالبادلة وبعدين اتفتح قسم وصول الشريعة في الحقوق وحقوق القاهرة بالذات فرح يدرس فيها فلبس الأزهري لبس الزي الأزهري يعني في داخل الأزهر كان لابس الزي المدني وفي الحقوق كان لابس الزي الأزهري وهناك من المشايخ اللي هو درس عليهم الشيخ علي الخفية من المشايخ اللي درس عليهم الشيخ السنهوري فالرجل هذا الشيخ محمد أبو ظهرة أتى بمشروع تجديدي أبهر الجميع كان يحدثني الأستاذ الله يرحمه أحمد فراج وأحمد فراج كان يقول لي أنا كنت لما يطلع معايا شيخ يعني نقعد ونشوف هنقول إيه في البرنامج يعني كأنه بيرسم سيناريو للحلقة علشان تطلع متقنة علشان نشوف هنقول إيه وإيه الرسالة اللي هنقولها طب هو هيقول إيه طب أنا هرد عليه يقول إيه بالشكلة طبعا هذا الكلام يعني كان قديما شوف أنا بقوله حكاية عن الحال القديم اللي ممكن نعمل مدرسة الأصول في المهنة يعني نستفيد منه طبعا فإلا أبو ظهرة كل واحد نعده معاه إلا أبو ظهرة إيه أبو ظهرة ماله ده يجعل طول يتكلم على الهوى يتكلم لأنه كان حاضرا قرآن حاضر في القرآن وله تفسير حديث حاضر في الحديث وحافظ بالبتاع فقه ما تقولش بقه ده فقي فقيه العصر كمان الأصول كذلك كان أستاذ الأصول أربع سنوات في فكان متمكنا تمكنا أمكن للشيخ أبو ظهرة الشيخ أبو ظهرة أستاذ أبويا في الأكلية الحقوق فكان يحكي لي أبي أنه كان يخرج خمسة جنيه خمسة جنيه أيامها كانت يعني خمسة جنيه دهب يعني تسوي لها دلوقتي تلاتين أربعين ألف جنيه فيخرج خمسة جنيه ويقول لهم يا أولاد الخمسة جنيه دي لمن يدلني على خطأ في النحو أو في الصرف أو في البلاغة أو في الأسلوب أثناء إلقاء المحاضرة ولا واحد خد الخمسة جنيه عبر الأربع سنين وبيدرس له في السرعول وبعدين يطلع بأهو تالي أربع سنين محدش أربع سنين لم يستطع أحد أن وبعدين دول كانوا أقوية في العربي وكذا إلى خير وحفظين وعملين شعر وأدب والآخر لم يخطئ خطأا واحدا إذن أصبحت اللغة العربية له سجي فدي المشروع بقى اللي جاب به إيه المشروع اللي هو أتى به نستطيع أن نقول نعمله مفتاح كده أو محور تقنين الفقه الإسلامي تقنين الفقه الإسلامي طيب أنا محتاج أفهم من حضرتك هذا المفهوم أو المصطلح تقنين الفقه الإسلامي طيب أنا أعضوه مهم أسازن فضلك بعد الفاصل تمام عشان يكون فيه متسع أكبر من الوقت إن شاء الله شكرا جزيلا لفضلك يستحق أن يكون إن شاء الله شكرا لفضلك أسازنكم بعد الفاصل خليكم معنا مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية هذا المكان العريق الذي يعد أحد القلاع الصناعية كان شاهدا على ميلاد أحد مجددي العصر الحديث الإمام محمد أبو ظهرة أهل مدينة المحلة الكبرى تعطي لسيرة الإمام أبو ظهرة قيمة ومكانة مميزة لتكون دليلا ونبراسا لطلاب العلم والنوابغ فالمدينة تضم مدرستان يحملان اسم الإمام واحدة للتعليم الإعدادي للبنات والأخرى للتعليم الإعدادي المهني وعلى بعد خطوات من المدرستين تجد مسجد سيدي مصطفى أبو ظهر الششتاوي جد الإمام والمصمم على طراز مختلف عن باقي مساجد المدينة ويلقى اهتمام أهل مدينة المحلة الكبرى كرامة للإمام ولجده ومن المحلة الكبرى إلى مدينة طنطة تلك كانت رحلة الإمام لطلب العلم فهنا وسط أنوار المسجد الأحمدي وفي جوار أولياء الله الصالحين تتلمد الإمام محمد أبو ظهرة لثلاث سنوات كاملة بعد إتمامه لحفظ القرآن الكريم فضيلة الدكتورة علي جمع أهلا بخضرتك مرة أخرى أهلا وسهلا بكم أهلا بكم خضرتك تفضلت قبل الفاصل في ذكر سيرة الإمام الشيخ محمد أبو ظهرة بأنه كان لي مفتاح تجديدي وهو تقنين الفقه الإسلامي نعم مشروعه نستطيع أن ندخل إليه من أولا موقفه من التراث وبرضو أكرر علشان ما ننساش إن التجديد عندنا معناه المنهجية المعرفية النموذج المعرفي الموقف من التراث والإدراك الواقع فهو كان خادما لهذا الموقف من التراث كيف نقرأ التراث قراءة متأنية دقيقة كيف نستفيد من مناهجها كيف نطبق هذه المناهج في العصر الحديث اشتغالوا بالقضاء الشرعي دراسة واشتغالوا بالتدريس في الشريعة واقعا ثم التحاقوا بكلية الحقوق مع أساتذة وجهابذة التقنين حشمة أبوستيت والسانهوري عبد الرزاق السانهوري وأبو هيفو يعني حاجة كانت أساطين أساطين يعني وعبد السلام زهني ناس كانت تتحاكى بهم كليات العالم السوربون أو في هارفورد أو كده كانوا يتحاكون بهذه القمم التي كانت في مصر زميلهم محمد أبو ظهر بهذه الإمكانيات التي رأيناها فكان التقنين نستطيع أن نقول عليه أنه المحور الذي خدم به التراث وخدم به الواقع رح في التراث لقيته مألف عن الأيام ألف عن أبي حنيفة مالك الشافعي ابن حمل صاحب المحلة ابن حزم الظاهري زيد بن علي جعفر الصادق حتى التراث الشيعي كمان إنجاز تسميته يعني ووصفه كبير الناس دي هو وعلي حسب الله وعلي الخفيف والشيخ الفرج السنهوري كانوا يدرسون كتب أوصول الجعفرية دراسة متبحرة يعني ما أناش عايز أقول أنها فاقت كثير من الباحثين الشيعة أنفسهم فلما فرج السنهوري اللي هو كان يعده أستاذا له فتحت موسوعة الفقهية خلاها على ثمانية مزايب القضية هنا كيف نحول سؤال كيف نتعامل مع التراث لا كان فيه تعامل فني كما يقول أمين الخولي وإن شاء الله لعلنا ناخد ليه حلقة كده كان يقول من أراد التجديد فليقتل التراث دراسة وفهما وتعمقا وإلا كان تبديدا أمين الخولي يقول الكلام ده هذه اللي عمله أبو ظهر التجديد يأتي من قتل التراث بحسن وليس من قتله ردما خلص لي التراث استوعبه اشربه اخضمه وبعدين جادت أما لو أنك أنت دخلت تهدم وبس وتهردم بالهلاضيم والهرتلة وبس يبقى هتهدم وهتبدد فهذا تبديد لا تجديد أول من استعمل تبديد وتجديد أمين الخولي بيقول كده لأنه ألف في التجديد الكثير فلما نيجي نطبق الكلام ده على على أبو ظهر نجد لا أبو ظهر كان إماما وأعطى للواقع ودرسه وأدى ألف في تاريخ التشريع ألف في الخطابة لما راح يدرس في الأزهر خلوه يدرس الخطابة كان موقفه ايه من منهج التكفير والله هو التكفير ده برضو جاي من ضيق الأفق هو كان طبعا ضد منهج التكفير وكان واسع الصدر وكان مرة كان في مؤتمر من المؤتمرات وبعدين قال له مع جماعة أنا مش هعيش قد اللي عشته وأنا عندي حاجة بتتلاجلك في صدري ومخبيها علشان الناس ما تزعلش وهو إنه الرجم حد الرجم ما هواش كما تفهمون ده الرجم ده يعني من شريعة اليهود وليست من شريعة المسلمين وأنه طبق قبل نزول القرآن نزول القرآن في الزانية والزاني فجلد وكل واحد منه وجد وخلى الأما أو العبد على النصف من ذلك والرجم لا لا ينصف طبعا إنكار الرجم بهذه الطريقة لعدم وجوده في الكتاب ولأمور بيّنها لا هو وجهة نظر هكذا فلاقى من هنا نوعا من أنواع التكفير الله أنت هتبقى كافر ولا إيه السلاح ده السلاح يعني أصبح غير ذي معنى لأنه ما دمت معتمد على الكتاب ومعتمد على السنة ولك رأي ووجهة نظر أخرى فلابد من البعد عن قضية التكفير والتفسيق والتخوين ومثل هذه الأشياء أيضا تحدث في الأحوال الشخصية وكتب في الأحوال الشخصية كان مثلا إيه رؤيته في مسألة قضايا التعدد الحضانة حقوق المرأة له كثير في مسائل الميراث وله مجهود كبير في الوصية الواجبة ومؤلف فيها له كثير في قضية المرأة وعمل المرأة والحضانة وقضية النفقات وقضية الاختيار له كثير في قضايا الطفولة وحقوق الطفل وكذا إلى آخره له الحقيقة ده البقى اللي حضاك بيقول عليه ده نسميه آثار المشروع التجديدي صحيح فالشيخ أبو ظهر الحقيقة كان صاحب مشروع ومشروع تجديدي ومشروعه التجديدي له آثار عملية نحن نعيش فيها إلى الآن بعد ذلك لقيناه في عضو مجمع نبحث الإسلامي بعد ذلك لقيناه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فأدى كثيرا في التفسير في مجال التفسير وفي مجال رد الشجوهات وفي مجال التقنين وفي مجال الأصول وفقه أو الفقه أصول الفقه أو الفقه فكان الحقيقة ده جانب مشرق ونمط جديد مشروعه التجديدي لا ينكر كتبه ما زالت تطبع ما زالت مراجع لكل الشرق والغرب وساهمة مساهمة فعلية في تطوير الأحوال الشخصية وفي تطوير التقنين في كل على فكرة في كل كل ما يتعلق بالديانة الوقف الحكر والغاء الأحوال الشخصية وهكذا رحمة الله علي شكرا جزيلا فضيلة العلامة لأسوة دكتور علي جمه أهل المساهم شكرا الله حضرتكم شكرا الله حضرتكم شكرا ووصول الله حضرتكم إلى اللقاء